سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية سيرة الحواريين الحلقة الثانية أهلاً وسهلاً بالشباب كيف صحة تجدتك كويسة؟ الحمد لله يتكلم يا أخي صفية المرة الفاتتة قلت لنا شنو قلنا إنه السيرة الإلهي نزل على أدبع سيدنا عيسى عليه السلام ويتنبأوا ويقوا يتكلموا بلغات مختلفة لدرجة إنه الناس احتاروا فيهم لأنه كله كان يتكلموا بلغتهم ده صح وفي بعض الناس قالوا إمكين الجماعة ديل سكرانين لكن بعد ذاك جاءت الإجابة لما بطرس وقف مع الحواريين الحداش عن الباقين وقال للجمهور بصوت عالي يا بني إسرائيل ويا كل المقيمين في القدس أرجوكم انتبهوا واسمعوني كويس الناس اللي سمعتوهم ديل ما زكارة زي ما تخيل بعضكم خاصة وإنه هس الساعة تسعة صباحا في الحقيقة الحصل ده هو التحقيق للنبوءة اللي جاهد على النبي وإيل من زمن بعيد وقال الله قال فيها في الأيام الأخيرة حنزل السير الإلهي على كل من يخدم نبيه إخلاص وأولادكم وبناتكم حيتنبؤوا وشبابكم حيشوفوا رؤى وكباركم حيحلموا بأحلام نعم كل عبيد المخلصين من الرجال والنساء حأنزل عليهم السير الإلهي في الأيام ديك ويتنبؤوا حأعمل عجايب وآيات فوق في السماء وعلى الأرض في السماء الشمس حتظلم والجمر لونه حيتحول للون الدم وعلى الأرض حيكون في دم ونار ودخان شديد ده كله حيحصل قبل ما يجي اليوم العظيم يوم الحساب وكل من يدعوني صادق ويتقيني حانجيه يا ابن إسرائيل أسمعوا الكلام ده سيدنا عيسى ابن قرية الناصرة الله برهن لكم بالمعجزات والعجايب والآيات اللي عمل بواسطه إنه رسله ولكن مع ذلك تم القبض عليه يتسلم لكم حسب أمر الله وحكمه وعلمه الأزلي وإنتو صلبتوه وكتلتوه بواسطة أعداء الله لكن الله حرره من الموت وبعثه حي عشان كده ما بقى أسير للموت لأن النبي داود عليه السلام بيقول إنه المسيح قال في الزبور الله معاي دائما هو عن يميني عشان كده ما بخاف وقلبي فرحان ولساني بيلهج بالشكر ويهلل وأموت وعندي يقين بقيامي من الموت لأنك يا رب ما حتتركني في عالم الأموات وما حتسمح لجسم مختارك إنه يتحلل في القبر لأنك حتمنحني الحياة المستديمة وتملاني بالفرح في حضرتك الأخوة الأحباء أسمحوا لي أقول لكم بصراحة إنه جدا داود عليه الرحمة اللي مات واندفن هنا في القدس وجسده أكله التراب كان نبي وألا وعده بإنه حيولي واحد من ذركته على عرشه وكشف شيء من المستقبل ويتحدث عن بعث المسيح وقيامه من الموت لما قال إنه الله ما حيخليه في عالم الأموات وما حيخلي جسمه يتحلل ويفسد في القبر وسيدنا عيسى الله فعلا أكرم وقوم حي من الموت ونحن الإطناشر الموجودين هنا قدامكم ديل كلنا بنشهد على كده ولما الله رفعه للسماء أجلس على يمينه وأعطاه بكرمه السر الإلهي المعود بيه والمسيح شملنا بيه وده الشيء اللي بتشوفوه وتسمعوه ومع إنه داود ما كان ساعد للسماء لكنه قال في الزبور عن المسيح الله قال لي سيدي أجلس عن يميني لغاية ما أقهر ليك عدعك عشان كده أنا بقول لكم كلكم ولكل بني إسرائيل الواجب عليكم إنكم تعرفوا إنه سيدنا عيسى المسيح اللي صلبتوه قبل فترة الله جعلوا سيد البشر الناس الحاضرين لما سمعوا الكلام دا ضميرهم أنبو وسألوا بوترس وباقي المبعوثين اللي اتناشر وقالوا ليهم نعمل شنو عشان الله يسامحنا أيوة دا كان غلط كبير وجريمة خطيرة جدا فعلا نعمل شنو عشان الله يسامحنا كلامكم دا كويس عشان كده لازم تتوبوا وتتطهروا في الموية باسم المسيح عيسى وأبشركم إنه الله بعد توبتكم هيغفر ليكم ذنوبكم وينعم عليكم بالسر الإلهي لأنه الوعد بالسر الإلهي ووفران الذنوب بعد التوبة هو ليكم ولأولادكم ولكل اللي بيدعوهم المولى إلهنا لاتباعه وبوترس كان بيعلم الناس بكلام تاني كتير وبعد ما بشرهم بي وعض الله كمان أنزرهم وقال ليهم انتبهوا يا جماعة انتبهوا أنقذوا أنفسكم أنقذوا أنفسكم من شر الناس الضالين من ملتكم والناس اللي جيب له كلامه فعلاً تابوا يتطحروا بالموية وفي اليوم داك كان عدد الناس اللي انتضموا لأدباع المسيح حوالي ثلاثة آلاف والمؤمنين الجداد ديل بيقوا مواصبين على تلقي الدروس والإرشاد من المبعوثين وعلى ترابطهم مع بعض في الإيمان وعلى الدعاء لإله والصلاح وكانوا بيتلموا في ساحة بيت الله كل يوم ويصلوا ويسبحوا الله وكمان كانوا بيتقسموا لمجموعات ويتقسموا الطعام برحابة وكرم وياكلوا مع بعض في بيوتهم بالتناوب وكانوا بيبيعوا أراضيهم وأملاقهم ويوزعوا أموالة كلها على المحتاجين والناس كانوا مبسوطين من تعاملهم وسلوكم وأخلاقهم وقال الله كان بيزيد على يدهم بالناجين اللي بيقبلوا تعودوا والمبعوثين ديلة عملوا عجايب ومعجزات كثيرة وكل أدبع سيدنا هيسا لما شافوا المعجزات دي انبهروا يتملوا بالفرح والدهشة يا سلام وابتذكر في مرة من المرات بطرسوا يوحنا لما جوكد صلاة المحتاج في ساعة ثلاثة الظهر قاموا مشوا لساحة بيت الله عشان يصلوا وقدام باب بيت الله اللي اسمه الباب الجميل كان في راجل كسيح من ما ولدوه اي والراجل الكسيح دا الناس كانوا كل يوم بيساعدو يشويلو ويخدو قدام بيت الله عشان الناس تحطيف عليو دا كلام صح وتتصدق ليو بيشي اها الكسيح دا لما شاف بطرسوا يوحنا داخلين شحدهم وطلب منهم الصدقة وبطرسوا يوحنا وقفوا وركزوا نظرهم عليه وبطرس قال ليه كده عاين لنا جاي يا مبروك وازكر قالوا الكسيح عاين ليهم وكان متوقع انه حيلقى منا ومصدقة لكن بطرس قال ليه اسمع يا اخي في الحقيقة انا ما عندي مال لكن بديك لعندي من الله باسم المسيح وبقول ليك قوم وامشي وبطرس بعد داك مسك الكسيح من يده اليمين ووقفوا على حيله يا سلام عليك طوال رجلينه قوان ونطلي فوق من الفرح وبيقى يمشي ودخل مع بطرس ويوحنا اللي ساحب بيت الله وكان بينطي فرحانه بيمشي كنا الناس اللي كانوا هناك شافوه بيمشي ويحمد الله وعرفوا انه دا الشحاد اللي كان بيقعد قدام باب بيت الله ويدعجبوا جدا من اللي حصل ليهم الراجل الكسيح دا ماشى مع بطرس ويوحنا اللي عريشة في ساحة بيت الله اسم عريشة سليمان والناس لانهم كانوا مدعجبين جدا قاموا مشروعهم في العريشة دي عشان يعرفوا اكتر عن معجزة شفاهو وبطرس لما شاخهم جل العريشة قل ليهم يا بني اسرائيل انتو متعجبين من الحكاية دي كده ليه وليه متعجبين مننا زي كاننا نحنا اللي شافينا الراجل دا بيسرنا او بيصلاحنا نحنا ما شفيناه شفاه الله رب اجدادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اللي علشان عبد عيسى ولكن انتو سليمتوه عشان يتكتل ورفضت برأته باسرار قدام الحاكم بيلاتس مع انو بيلاتس كان عايز يفكو لكن انتو كنتم سرين على عدم براءة مختار الله الصالح ورفضت ما تتبعوه ومع انكم طالبتو بالعفو عن قاتل لكن في نفس الوقت كتلت واهب الحياة اللي الله سبحانه وتعالى اكرموا وبعتوا من الموت ونحن شاهدين على ذلك والراجل اللي كان كسيح الانتو مستغربين في انو القوة رجعت لرجلينو وبيقى يمشي دا زي ما عارفين الله شفاه بالكامل بوسط الايمان بشفيع سيدنا عيسى عليه السلام دلوقت يا جماعة خلونا اقول لكم انا عارف انكم انتو ورؤساكم عملتو الكلام دا بجحل بارادة الله والعملته دا الله تم بيه النجوء اللي قال بواسطة كتير من انبياؤه وهي انو المسيح مختار حيتقلم عشان كده انا بقول لكم توبوا من الشر وارجعوا لله عشان محليكم ذنوبكم ويغفر ليكم ويجيكم الفرج من عنده ويرسل لكم عيسى المسيح وليكم اللي خصصوا لكم من زمان والمسيح دا حيكون موجود في السماء لغاية وقت تحقيق ارادة الله زي ما اوحى بذلك الله من الازل بواسطة انبياء اللي اصطفاهم وبخصوص النبوء دي النبي موسى عليه السلام قال المولى الهكم حيولي عليكم من شعبكم رائد زي الرائد دا طيعوا كل اللي بيقولوا وكل اللي ما بيطيعوا هيحلق وينفصل من الأمة وكتير من الأنبياء اللي بعتهم الله بعد النبي موسى والنبي الصموئيل يتنبؤوا باللي تم بواسطة الله من ميلاد المسيح وحتى اليوم وكل ما ورد في النبوءات دي واللي ذكره الأنبياء دي هو ليكم انتو يا بني اسرائيل وردت الأنبياء وكمان الله أعطاكم العهد اللي أعطاه لجدكم إبراهيم عليه السلام لما قال ليه دواسطة دريتك أنا هابارك كل شعوب الأرض وفعلا الله سبحانه وتعالى أكرم عبد المسيح وبعث ليكم انتو في الأول عشان يبارككم ويخلي كل واحد منكم يتوب ويكفعنا الشر دي كانت نهاية الجدد التاني وأنا زي ما وعدتكم هاحكي لكم السيرة جزو جزو والليلة حنقيف هنا وفي المرة الجاية نواصل شكرا يا خالف يا جميل يا جميل يا جميل تحية زرور إخراج تماضر شيخ الدين